بصراحة انا موضوع ان احنا مش عارفين نبسط في العيد ده مضيقني وبقالنا كل سنة عاملين نشوف الموضوع بيزداد النكد عمالي سيطر علينا جدعان وكل سنة كنت بعمل فيديو سريع كده اقول لكم شوية تبس عشان نبسط في العيد ولكن السنة دي قررت انه على فكرة احنا محتاجين نعض الكلب ولو انت عايز فيديو سريع من اللي هو ايه 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 مش عارف ايه وعد اشغال لك مزيكة وعمل لك كده روح تيك توك انا النهاردة هحاول سمعين بغضر والله النهاردة هحاول نكلم في الموضوع تعالى نحن نفكر في حياتنا بقى شوية بقى لان هي المشكلة مش عدم الانبساط في العيد والنكد في العيد وثلاثة ايامه هيعده انا شمي مليحة ازمة في عملية الانبساط اصلا احنا في حاجات ملغبطة عايزين نبص عليها في نفسيتنا والعيد فرصة ان احنا نبص عليها فستأذنك كده كوباية الشاي باللبن بتاعتك كحك لو انت بتفرج على الفيديو ده بعد الفطار قبل الفطار يعني قعد بقى تفرج وربنا يعينك دلوقت احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا منيجي اي حد يقول لنا حاجة قل لنا مثلا انا حاسس ان انا ما بقيتش مبسوط في الجوازة دي او انا حاسس ان انا ما بقيتش مبسوط في الشغل اول سؤال المفروض بنسأله من coaching perspective يعني انه طيب هو انت كنت بتبسط قبل كده في الشغل هو انت كنت بتبسط قبل كده في العلاقة دي او كنت مبسوط قبل كده في العلاقة دي فلو لا يبقى احنا ما فقدناش حاجة أصلا فهنبتدي نفكر من اول وجديد ولكن معظم الناس اللي ننطر لعيد ده لما بنسألهم بيقولك لا انا قلنا انا عايز عيد بس زي متوع زمان احنا قلنا بنبسط زمان فحلو فاحنا بنسأل كنا بنبسط زمان اه كنا بنبسط طيب سألنا الناس قلنا لهم يا جماعة ايه اللي كان بيحصل زمان في العيد دي يخليكوا تبسطوا هنا احنا بندرس ايه الهيستوري هتيجي نبص على الاجابات بتاعت الناس هتقول لي طب معلش يعني ما احنا كنا بنبسط زمان بحاجات عبيطة ممكن انا دلوقتي ما بسطش بيا كنا نبسط بالالعاب كنا نبسط بالعادية انا راجل دلوقتي انا اللي بدي عادية فالعادية دي بالنسبة لي نكد انا مش هتطفع فلوز فتعال نبص على الاجابات بتاعت الناس بعد كده نعمل ايه بقى هنبتني نبص على الاحتياجات النفسية والمشاعر اللي بتطلع من وراء الحاجات دي ما انت عشان تعامل نفسك صح ما بصش بقشريات بص في العمق تعال نبص كده اغلب الاجابات بتاعت الناس ايه اللمة لبس العيد وصلة الرحم ده محمد عمر قال اللمة محمد رمضان مش محمد رمضان طبعا بتاعنا بس بيقول لبس العيد العادية صلة الرحم الترمس والسوداني المملح لمة العيد شريف طهر لمة العيلة ولمة العادية واللبس الجديد اميرة شوقي العادية امني علي ابويا وامي سيف العادية سيف الزهلان عندنا مروح في وجود امي وضحكتها الجميلة كان هو العيد بالنسبة لي الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيحة جنات الله يرحم يا رب مروح وكل أمهاتنا وأبأنا اللي فقدناهم بإذن الله ويبارك في أعمار وصحة أبأنا وأمهاتنا العايشين عندنا نورون بتقول وجود ماما الله يرحمها لانا بتقول زمان كان في التجبرات العيد والعاديات حاليا ما فيش أي حاجة من الحاجات دي بتفرحنا للأسف عندنا نس كتير كتبة الخروج التجمعات العائلية أنا فكرة جدتي حبيبتي كان بتيجي تزورنا أمير عبد الوهاب اللبس الجديد العادية زيارة قريبة اللفة مع صحابي وأخواتي طول اليوم الحلوات الكتير صوت التجبرات انتصار بصوا لو هنلاحظ معظم الإجابات بتاعت الناس هنلاقي أن الإجابات بتدور حوالين مجموعة من الأشياء أولا علاقتنا بالناس يعني إما بابا وماما الله يرحمهم أو بابا وماما اللي ربنا يبارك فيهم إخواتي أريبي اللمة العيلة كل دي human connections وده أصلا لما ننبص على المشاعر الإجابية من أكثر الأشياء اللي بتخرج شعور الجوي المتعة والجوي على فكرة عندنا أزمة احنا الناس مش بيتفرق ما بين الجوي والأميوزمنت ما بين اللذة والمتعة المتعة شعور عميق شوية بيدوم فترة عكس اللذة اللذة تفرجت على فيلم كالت شوية فشار لعب نجيم على النت كده عدة لكن الجوي شعور عميق شوية خد شيء من التواصل ما بيننا وبين بعض عشان يحصل فإحنا بندور على جوي وبندور على الأميوزمنت على فكرة بندور على لذة وبندور على متعة وبندور على حاجة للنفس سلف كير لقي تحت كان في حد من تعليقات كان كاتب لبس العيد والكوفير فكرة لبس العيد ده سلف كير اهتمام بنفسي جبت لنفسي حاجة اعتنيت بذاتي اعتنيت بمظهري الحلقة على فكرة بتاعت العيد ده سلف كير احنا بنقعد التارية انت حلقة حلقة العيد ولا ايه ايوه حلقة العيد دي سلف كير انا بزبط شكلي عشان هطلع شكلي حلو ده شعور حلو ده مشاعر كويسة ماينفعش ان انت تفتقدها وتقعد تحت المسمى احنا في ضلنا نتفه ونروش على كل حاجة الحد انفقدنا كل حاجة تقريبا فبقى ايه لبس العيد اصبح يعني يعني ايه ايه جيب لبس العيد يعني احنا مش كبرنا عالكلام ده اه لا يعني ايه حلقة العيد يعني ايه حمية العيد رغم ان على فكرة دي سنة عن النبي عليه صلى الله عليه وسلم انه كان يختسل يوم العيد يعني ده مش مش حاجة بيئة ولا حاجة بتاع ولا يا وناني ما انت لسه يا عم استحمى اليوم ده يوم مهم انضف ايه مشكلة يعني انت ما بتبقى رايح خروجها حلوة ولا بتبقى نازل من البيت ما عمل مشوار حسب بقى كل واحد لايجين بتاعه في واحد بستحمى كل يوم في واحد بستحمى مرتين تلاتة بس اختسل يا اخي اختسل حلو اه وحط ريحة كويسة وسرع شعر كويس احلق حلقة حلوة قلب السدوم حلوة كل الحاجات دي احنا فضلنا نتفه منها فاصبحت بعيدة عنها ما بنعملهاش رغم ان هي جزء وانا بقول مش كل جزء من المشاركة في ده فاحنا عندنا سلف كير اهتمام بالذات عندنا حب ومودة وجوي ولما بنتقابل ونعزم بعض ونسعب بعض بتحصل كل بقى المشاعر ممكن تخيلها المشاعر الايجابية في حب في متنان في متعة في انبساط ممكن حد بيحكي جزء يحصل الهام بي في حد بيعمل حاجة من اهلنا نبقى فخورين بي ففي برايد هي دي اللمة اللي بتطبط الانبساط والسعادة اللي احنا مفتقدينها النهاردة وده رجعنا لإيه رجعنا ان احنا في هذا العصر احنا فقدنا المنظومة القيامية بتاعتنا يعني النهاردة انت لما بتيب بص على اي حد تعالوا نشوف القيمة بتاعت البيك فاميلي العائلة الكبيرة مين النهاردة مهتم بريبه مين النهاردة مهتم باخواته مين النهاردة مش باصص في الشاشة اللي قدام عينه مين النهاردة مش قاعد مركز في الحياة اللي احنا عايشانها قاعد مركز بس في اللي بيظهر له جوه الفريم اللي هو مشغله حتى عارفين المشاهدة التلفزيون والبرامج والمشعارف ايه والحاجات للأسف زمان كنا بنعيش حياتنا وبنروح نقابل التلفزيون فالتلفزيون بقليه متعة السكرين دي كنا بنجيلها فبنبسط بس النهاردة انت قاعد في السكرين طول اليوم وبالعكس ده يوم الأجهزة ده هو ايه هو ان احنا قاعدين ما بنعملش اي حاجة وعملين فرع على فكرة التعرض للشاشات ده انا مش فاكر بس الستادي بصراحة ولكن فيه رأي علمي بيقول ان التعرض للشاشات بيقلل اصلا من السعادة وبيجيب حالة من حالات الاكتئاب فانت انك تقعد وتقعد انا ها هبسط تفضل قاعد على الكورسي تتفرجلك على سيزن ولا اتنين من اي حاجة انت بتتفرج عليها هتلاقي نسك اي مش مبسوط على فكرة فيه لما بتقوم الامباكت او التأثير بتاع ده عليك مش مستمر مش دايم عكس لما بتنقعد قاعدة حلوة بتقعد لحد تاني وصبح قاعد في الفاكر انا رح لما حصل كذا كذا ولما فلان عمل كذا كذا ذكرى كونت ذكرى احنا ما بنكونش مع المسلسلات ما بنكونش مع البرامج ما بنكونش ومش قصد ان احنا ذاكرة انا قصدي لحظة لحظة يعني عايزين نفتكرها لما نفتكرها نبسط فيها لكن دا بيحصل وإحنا قاعدين مع العيلة مع صحاب بس ما بيحصلش مع الناس لما بنفرج على تيفيزيون مش عاري ايه كان اتجاه مش عارفين لما قتل فلانة مع ما يقول يعني عادي خلاص مشهد وخلص فإحنا عشان متوهكوش عندنا ميكس ما بين إن احنا مش عارفين احنا عايزين ايه وما بين إن احنا القيم بتاعتنا بقت مش مترتبة فإحنا أصلا لو أنا عايز أعيد صيغ الانبساط ديت محتاج أرجع تاني يعمل connections حلوة مع العيلة عشان كده قلتلكم ممكن احنا عايزين نتكلم بجد عشان انت ممكن يكون عندك مشكلة في الانبساط بشكل عام مشكلة مش هتحل بكرة في العيد مشكلة انت محتاج تشتغل عليها عمرك كله كم شهر الجاي عشان السنة الجاية تبقى بتاعف تبسط النهاردة لو انا عندي العلاقات جوه البيت بتاعي نفسها مش حلوة فاحنا مش هنعرف نقعد القعدة اللي انت بتقولها دي كريم ما بنقعدش قعدة زي دي غير لما بنتخانق هنا في مشكلة محتاجة تتحل ما حدش عن انت هيجي حلها لك فيش حلول سحرية في الحياة في علم بيقول لنا واحد اين تلاتة قدام عينينا لازم نتعامل معاه فلما نيجي نبص القيام بتاعتنا محتاجة تتزبط ونبطل نهرب من مشاكلنا لو نعرفش نتكلم مع بعض نتعلم نتكلم مع بعض مش ندي ظهرنا ببعض ونمسك شاشات فده الجزء القيام في جزء التاني اللي برضو نلاحظه من كلامنا وهو المقارنة بالماضي احنا دايما بنحاول نحصل على الأشياء بنفس الطريقة نفكر من فترة احنا وإحنا صغارين كان فيه لعبة بحب الجيمز عمتا وإنا صغير وأنا كبير لسه بحبهم بس ما فيش وقت نلعب الحمد لله ربنا رب يشغلنا دايما بالخير فكان فيه لعبة اسناها ريدا ليرت ريدا ليرت دي يانهر ابيض بتاعب استراتيجي وجيمز ومش عارف ايه وبتاعه وحرب الخميس عشان هو ده اليوم اللي هنفتع فيه الكمبيوتر وقعد ألعب جنون يعني بحبها جدا فجمع من فترة كده قالوا ايه ان هم هيعملوا منها وريماسترد ومش عارف ايه وبتاعه ونقدر نلعبها احنا بقى على الكمبيوتر زي بتاعتنا الحديثة وكده كنت قاعد عارفين اللي هو محمد هنيدي لما كان واقف كده في الفيلم عمال بيعمل عشان يجري في السباق بتاع احنا قاعد نستاني بتاع كده قبل ما نزلت تروح تعمل لا داونلود وبدأ تلعب اللعبة تلات دقايق ايه القارف ده ايه ده وانا كنت بالعب اللعبة دي وببسط زمان لها مش مبسوط دي لعبة قديمة قوي ده ايه القارف ده نفس الكلام جربت مرة تفرج على كونان يا نهر ابيض هو ما كانش حلو قوي كده انا كونان ده لما ما يعني الحلقة بتاعته بتفوتني كنت بحس انها طعنة في صدري يعني فاحنا عندنا ازمة بتاعت المقارنة بالماضي احنا في الماضي كان عندنا احتياجات كنا بنلبيها فممكن كانت الجوي زمان بتاعتك ان انتو تطلعوا قدام باب الشقة في الممر اللي في النص مبين الشواء ده تطلعوا شوية بيلي ولا شوية كور وتلعبوا خلاص كده النهاردة لو انت وانت كبير وعندك عيال تلعت عملت كده ممكن انت تبسط على فكرة من منظور نوستالجيك وممكن ما تبسطش فالفكرة كلها ان انت ما تتحطش في الكورنر بتاع اصل ايه ده انا خلاص كبرت فما بعنديش حديات ما بعندي فانا مش هعرف اعمل حاجة لا شوف ايه اللي انت كنت بتحصل عليه نفسيا ايه اللي احتياج شوف النهاردة انت بتقدر تلبي الاحتياج ده ازاي فممكن النهاردة تبقى الجوي بتاعتك قعدة مع صحابك حلوة بتتكلموا فيها يلا بينا ممكن تبقى الجوي بتاعتك النهاردة جيم جديدة مش لازم الجيم القديمة دور ممكن تبقى الجوي بتاعتك النهاردة ان انت هتقعد تتفرج على حاجة وتتلموا العيلة كلها وتقعدوا تاكلوا فشاروا وتتحكوا وتهزروا وبتاع ماشي شوف جرب خليك مبادر اقترح حاجات بدل ما انت قاعد اعمل تقول طب خلاص هعمل ايه وعمل برضو تقلف في الموبايل تقلف في الموبايل تقلف في الموبايل طب ما احنا هنعمل ايه بقى بشان نوصل لأي حاجة لانك اعملت كده العيد الفاتو وفضلت بتنكد تيجي تروح علي الموضوع بشوية اكل خش علي بالكحك تبسط 3 دقايق بعد كده عايز كحكاية تانية ايه ما هتكتب بتكون لك عشرين حكاية في الاخر بطنك توجعك وسادرك يحم عليك وتحس انك تخنت وتكتقب اكتر فالاكل مش حل احنا عايزين مشاعر عايزين نعمل فعلا حاجة نبقى عايشين جواه فاحنا في بعض الامور محتاجة اصلاح لان فيه سؤال مهم قوي دايما بنسأله للناس ونسوا مش عارفين يجاوبوا عليه بيقول لك ايه بيبسطك انا حد سألني السؤال ده مرة ما عرفتش يجاوب عليه قال لي انت ايه بيبسطك بصت كده عارفين بصت لروحي فجأة لقيتني لقيتني كبرت فجأة اعيوة كبرت فجأة ايه ده انا ما عنديش حاجة انا بعملها ببسط بيها بعد كده بدأت اركز قلت لها طب انا مش مكتقب انا عايش حلوة هو لقيت ان انا جزء من حاجات ببسط بيها مثلا حاجات في شغلي لقيت حاجات من انا ببسط فيها حاجات لو انا في العادي كنت ببسط عليها كده ما بتبسطش بس هي بتبسطني جات لي علاقة بان انا عملت سندويتش جبنا بالخيار لبنتي انا جواس عببببسط لحاجات دي رغم ان هو يعني حاجة ببني عويتها ايه بس ببسط اكلت بنتي فانت بدأت اببسط على الحاجات التي بتبسطني قلت لأه انا ممكن اكون ما بعملش اكتيفتي معين زي زمان اللي هو هاعد ألعب جيم 3 ا 4 ساعات وبالمناسبة عندي حاجات بلعبها يعني مثلا في لعبة بلعبها مثلا مر بس عشان الجيمز والحاجات دي ادكتف ففيه كومبيوتر كده قديم عليه اللعبة بطلحها في العيد لعبها وطلحها في العيد لعبها عيد صغر وكبير بقى كابش لهم تاني عشان ما خشش بقى في الدوامة بتاعت الادكشن والحاجات دي ولكن الحاجات اللي انا ببسط بيها بشكل عام حاجات كتير متدخلة فلاقيت اه ايه ده بدأت اشاور على الحاجاتي طب لما حتاجت ببسط اعمل ايه ما حتاجت ادوس على الحاجات دي زيادة شوية طيب هنا احنا عدينا على الجزء بتاع المقارنة بالماضي فانت عندك حاجتين تكلمنا فيهم منظور القيم معلشان بتكلم براحتي خالص بقى وتفرج على الفيديو زي ما تفرج عليه هو اصلا ملوش علاقة بالعيد فالفرج عليها اسبوع العيد كله واحد منظومة القيم بتاعتك انت عندك فعلا الحاجات اللي بتبسط دي موجودة ولا لا ومقدرها ولا لا العلاقات العائلية الصداقات الاهتمام بالذات كل دي قيم فشوف انت الحاجات دي موجودة عندك وبترعيها ازاي التاني مقارنة بالماضي محاولة الانبساط بنفس الطريقة محاولة النظر اللي ماضي على الفكرة فيه واحدة من الدراسات كانوا عملوها كان عملوها على ناس كذبوا للوتري اللي هو ليه نصيبي يعني وناس فقدوا الجزء السفلي من جسمهم بالحركة بالحادثة واللي اتنين بعد سنة يعني عملوهم زي مقياس للسعادة بتاعتهم في السنة وبعد كده في الوقت ما تصابوا وبعدها بسنة فقالوا ان بعدها بسنة الاتنين كان يعني almost نفس مستوى السعادة اللي كذب لوتري واللي فقط نصه التحتاني ودي الحاجة اللي علاقة بنظرية اسمها الهيدانيك أدابشن او التأقلم مع المتعة ولكن واحدة من النوتس اللي كانت محدودة في الاستادي دي وهي دي اللي بحكي لكم المثال ده عشانها هي انه الدكتور كان بيقول انه الفرق البسيط ده عند بعض الناس اللي فقدوا رجلهم كان بسبب مبالغة في جمال الماضي بتاحهم يعني اصلا الاختلاف ده مش جاي من اختلاف حقيقي احيانا احنا بنبالغ في الماضي زي ما سنبيجي حد يقولك ايه احلى سنين حياتي وانا صغير كنت الشاي للهم لا بص خدت على انا كنت صغير وكنت الشاي للهم مصحة النوم الساعة سابعة روح المدرسة كنتش بطيين مدرسة كنتش بطيين الصحان الصبح بدري في عز برد ايه كنت بتدايم من الواجب ايه ما كانتش اسمه هومورد كان اسمه واجب كان في حاجات منك كده علي برضو يعني كنت بلعب وبعمل وببسط بس كان فيه نكد متناسب مع حجمة حمولي في الوقت ده وكنت فعلا مخنوق ووقت الشباب والمراكبة بتاعه عادي لا كنت مكتب وبسمع محمد موحي ومتداي عادي يعني ما ما لا تبالغ في الماضي برضو فيصبح الحاضر ايا كان اجتهادك عليه هو شيء غير مرغوب فيه فواحدة واحدة على نفسك طيب نيه بعد كده اهمال الحالة النفسية والجسدية احنا عندنا فقدان القيم مقارنة بالماضي نقطة 3 اهمال الحالة النفسية والجسدية وهنا ده يودينا ليه رمضان رمضان شهر عظيم ولكن احنا عندنا حياء ايماني كده معرفش بيبقى هدفه ايه او مرجعيته ايه ولكن رمضان شهر مجهد ولو مش مجهد يبقى انت عملت حاجة غلط اه والله انت راجل بتشتغل صح او انت ست تشتغلي او انت ست عندك مسئوليات في البيت فبزي مجهود مجهود مضاعف كمان لانك سايمة جزاكم الله عنا كل خير وربنا رب يجعل مكانك ومكان كل ستات بيعملوا اولا يعملوا في اعلى درجات الجنة بإذن الله اه وتيجي بالليل بعد ما نفطر الناس نصلي القرآن والقيام والناس اللي بتتهجد واسباشي الاخر عشر تيام دول المفهود الناس بتصلي تراويح وتهجد وبتاع رمضان شهر مجهد ومش عيب ان انت تخرج من رمضان جسمك واجعك وتعبان ده علامة صحية ان انت بزلت مجهود في رمضان او لو حتى انت معملتش كل المجهود ده في العبادة كونك مش متعود على الصيام وصومت شهر متتالي وبذلعبت في السيستم بتاع نومك وبتشقلب النوم شقلبة النوم دي اصلا لوحدها قاتلة قبلنا ست صور بنعمل ريسرش عشان بنعمل كورس عن النوم النوم موضوع كبير قوي 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 فاصلا قلبة النوم بتاعت رمضان دي لوحدها ينهر ابيض عبهدله ينهر ابيض عبهدله اللي بتبهدله للجسم كله فانت وده مش مشكلة رمضان مشكلة التنظيم نحن الوقت في رمضان على فكرة بس خليني نقول انه خرجت من رمضان مجهد وتعمل طب ما تيجي نتكلم طب ما تيجي نشوف طب ما تيجي نرايح جسمنا ما احنا مش لازم فرهضة ان اللي بدنك عليك حق ما تيجي نحط خطة فيها شيء من الراحة ولو الراحة دي على فكرة شور ميا دافية شوية غريب لو عندك بني وكده ملاو عط فيه ربع ساعة في ميا دافية رخي عضلاتك عندك ممبرش في جيم ولا بتاع روح الاسبا عندك اكسس على بول سواء في البيت ولا في النادي ولا بتاع روح انزل الماء اعمل حاجة فيها ايه رعاية للجسد ريكوفري يعني زي ما نقول كده هيلنج استشفاء جزء التاني هو اهمال الحالة النفسية يا جماعة احنا داخلين العيد مافوض نبسط ليه ليه افرد انا حصل لي مشكلة قبلها بكام يوم افرد انا فعلا العيد ما يمر العيد يا جماعة على ناس مرضى ويمر العيد على ناس يراعوا مرضى ودول بيرهكوا ومنغطين زي مرضى ويمر العيد على ناس فقدوا احباء ويمر العيد على ناس عندهم من مصائب الدنيا ومن زمات مادية ومن ضغوط اجتماعية ومن 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 فخلاص بقى ما تنتصرش ان العيد ده هيبقى زقططة لا عادي هنعظم شعار الله ودي نقطة جاية وهنمارش شوية حاجات وانا ببسط بس ما تعتقدش تقول وانا ليه مش بعمل كده زي زمان يا عمم انت زمان ما كانش عندك كل المسئوليات دي وما كنتش مجهد كده مع واحدة واحدة برضو بالراحة على نفسنا توقعاتنا يا جماعة تلعب دور كبير اوي 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 في الحالة النفسية اللي احنا عايشينها النهاردة فمراعاة الحالة النفسية والجسدية وعلى فكرة جزء من مراعاة الحالة النفسية بقى هو اصلا او استحضار او تدريب على المشاعر الايجابية ان انا امارس انشطة تدخل علي شيء من السرور والمشاعر الايجابية وعلى فكرة افضل ولا يزال افضل هذه الانشطة هي التواصل البشري العميق التواصل البشري العميق ودي واحدة من مخرجات واحدة من اكبر الدراسات اللي اتعاملت على السعادة في العالم في هورفرد عدت اكتر من ثمانين سنة قالك اكتر حاجة فرقت في صحة الناس النفسية وساعدتهم كانت علاقات بشرية جيدة مع اهلهم وقريبهم وصحابهم وجرانهم هتقول لنا وحيد هقول لك لا انت مش وحيد الوحدة طبعا لها يعني كلام كتير اوي بس ابسط شيء انت لست وحيدا فقدمت عبدا لله اللي بيعبد الله ودايمن مع احد فاش تقول لنا وحيد معك ربا بعد كده عندك الناس وهنا دايمن السؤال فيه يعني مش عايز بس اخش هنا عشان حتة دي هتطول بس لو انا دخلت في الموت بتاعنا وحيد 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 خالص دي اه ممكن يبقى فيه ناس على فكرة عندهم شيء من عدم الوصول لأي حد خالص بس ده مش الغالب ده مش النورم ده مش الطبيعي دايما الناس عندها فرص عندها اخوات عندها اهل عندها قريب عندها صحاب عندها زميل بس هل انا ببزل مجهود عشان اوطط العلاقات ولا لا طب البيئة اللي انا فيها مفاش صحاب عجبيني طب انا بوجد بيئات تانية اتواجد فيها ولا لا بتطوع في انشطة تانية ولا لا بدور على اماكن اتواجد فيها بشكل مختلف لا البحث عن الصحبة بيحتاج مجهود وبناء العلاقات الجيدة بيحتاج مجهود ومجهود على ذاتك اكتر بمجهود على الاخرين يعني انا كون انسان طيب يعني اي حد يقابني يحبني ويبعايز يبقى قريب مني ويفضل يسأل علي ونتكلم مع بعض فانا مدة سهلة لصناعة الصدقات لو كنت انسان صعب الطبع يزعج الناس كلامي ثقيل جلساتي كلها كلام على الاخرين وغيبة ونميمة واذا لا ابرك على اشياء الناس ولا انظر لهم ولا ادعو لهم دعوة جيدة فالناس تبقى برضو بتتجنبني ومش هيزين يعودوا معي حسين عادتي مش مريحة ففيها جهد على النفس فان كنت وحيدا فاعلم انه اختيارك انا عسف كلام تقيل لانه الله سبحانه وتعالى موجود طول الوقت وليه فيديو يعني اعتقد كلمتي فيه مع عبدالله العلاو في البودكاست كلمنا عن موضوع الواحد ده بالتفصيل ممكن حد يعني لو حد عايز يرجع الجزء ده يروحونيك اخر جزء بقى خالص عشان اطولش عليكم وقتل من كده اعتقد ان الناس كلها بتعمل انسبسكرايب وان لايك وان فوله دلوقتي بس يعني ايه انا اقول لك انا اجرب يعني استحملوني خلاص خير يلا اللي انا هقوله ده تقيل والله برضو انا اياسف ولكن ضعف الايمان احنا قلنا فقدان القيم مقارنة بالماضي اهمال الحالة النفسية والجسدية الربع ضعف الايمان اه يا كريم يا رب عيد الفطر المفروض انسان يفرح فيه يفرح بفطره وعندنا هنا ازمتين ازمة للناس المؤمنين اوي والمتدينين اوي وازمة للناس المقصرين لزي حالتنا الناس الملتزمين والمتدينين اوي انا احبش كلمة الملتزمين يعني الجميع يجتهد انه يا صلى الله سبحانه وتعالى نفعش حد يصنف نفسه انه هو التزم فوق الاخرين لكن الناس اللي بتجتهد يعني اجتهد واضح ومستمر لما بيجي يقولك انا مش عارف افرح في العيد يعني انا زعلان جدا على ترك رمضان وهنا كلام جميل فعلا انه الانسان يكون محب رمضان ومتعلق بالخير اللي في رمضان تعلق كبير جدا ولكن اه انت بشرح من ربنا ياخي يعني الله سبحانه وتعالى يتعبدك في الوقت ده بالفرحة يعني هو فيه رحمة اكبر من كده الله سبحانه وتعالى بيقولك النهار ده افرح دي العبادة وبيقولك انبارح اجتهد واتعب دي العبادة يبقى تعمل كده وتعمل كده لكن انت بتزايد بتزايد على مين لا تزايد على نفسك على فكرة هو بيزايد على نفسه وما بيمشيش ادي الناس بالإلام يعني عشان يفعل ده هو بيرهق نفسه فانت ما ترهقش نفسك ياخي بسط عبادة اليوم ده ادخال الصرور على نفسك وعلى أهلك دي العبادة وربنا جورك عليها يعني نبسط وناخد أجر نبسط وناخد أجر في حلة من كده معيد فده جوز ان انت ما تقعدش ماشي بقى في الموت ده ساعات ايه الانسان بيتعب نفسه بالخير لا ما تعبش نفسك بالخير لو سمعت ابسط زي ما اجتهدت قوي في رمضان قرآن وصلاة اجتهد في العيد ان انت تفرح ويفرح اللي حواليك وتحسن للناس اللي معاك وتدخل الصرور هي دي العبادة بتاعت المرحلة عايز تجتهد تفضل ده ملعب الاجتهد النهاردة ملعب الاجتهد النهاردة هو السعادة في رمضان ملعب الاجتهد كان الصلاة والقرآن والذكر وطبعا الحاجات تستمر المعاني لبعد رمضان بس هنا الاولوية الاولوية في العيد الفرحة وإلا كان النبي عليه الصلاة في اول يوم العيد بعد ما صلى قعد بقى بالناس يقيم الليل ويصلوا برضو تهجد ويختموا القرآن في اول يوم العيد ولكن يوم النبي كان يخرج ويختسل ويلبس يابل جديدة ويصلي بالناس ويصافح الناس ويسعد الناس ويترك الناس تغني وتلعب وتبسط عيد ويقول لسيدنا بكر اللي يعلم الناس ان في ديننا فسحة او فسحة يعني في انبساط في الدين فده جزء ما تصعبش الدين يعني سك اما الجزء التاني بتاع المقصرين وهو انه هيفرق العيد لو ما كانش فيه رمضان يعني عارفين هيغير العيد من اصلا قاعد طول رمضان بتفرج على مسلسلات وبرامج وبنام من الصبح لحد الفطار فانا ما بعملش حاجة في رمضان فين الكونترست فين الانتقال فين فرحة الصائم فين لانا اصلا بحس بالصيام ولا انا اصلا كنت بتعبت فيعني عادي العيد ده ايام عادية جدا ولو انت بتحس لو انت بتعمل كده والعيد ايام عادية هو منطقي ان هو ايام عادية انت ما عندكش مشكلة لان هو جزء اصلا من السعادة والفرحة هو الانتقال من الانغماس الشديد في الاكتهاد والصلاة والصياه والتعب للراحة والانبساط والمتعة والاكل والشرب والزيارات والخروجات ما ده الكونترست او على فكرة الانسان ده طبيعة الانبساط عنده على فكرة هو نسبي يعني لو انت قاعد في شقق جار الطين ونقلنك شقق جار اربع قوضي نهره بيض عن الانبساط والسعادة بس لو انت قاعد في شقق تمليك اربع قوض ونقلناك في اجار خمس قوض مش تبقى مبسوط لان الجايم فين رايح فين اللي قاعد في فيلا ونقلناه فيلا الفيو بتاعها احلى شواء مش هيبقى مبسوط زي اللي كان قاعد في شقق قطين ونقلناه في فيلا انت رايح من فين لفين ده منطقي جدا التناسب ده ما انت ما بتبقاش يعني انا مثلا فاكر لما سبحان الله اول انا عاشت حياتي كلها في الموساط بمرمط يعني فكان اول عربية جيبها كات عربية ذرنة يعني في تقييم الناس للسيارات يعني هي عربية متوضعة جدا جدا يعني فوق ما تتخيل ولكن انبساطي بيها بعد ما انا كنت بعد اجري بالخمس دقيق ورا الاوتوبيس والاوتوبيس ما يقفش فينعدي الشارع الناحة التانية والكعب الوسط الطريق ولم شنطتي وروح ونط واتشعبت وامسك بييد واحدة في البتاع والراجل خش 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 استاذ خش فاضي جوا هو اصلا حضرتك ما فيش مكان احط مناخيري عشان اتنفس فاضي جوا استاذ خش جوا فاضي جوا استاذ الانتقال من ده ليه آآ عربية وو كان اسعد من لما غيرت العربية بتاعت لغم ان المفهود له هنبص من الصفر العربية احلى لا ليه كان انتقال من العربية العربية لكن من الله العربية العربية كان اعلى فهي الانسان كده انت كنت فين وراح فين كنت في رمضان بتعمل ايه وجاي في العيد تعمل ايه معلش ايه الفرق قاعد النهار ده اعمال بتفرج على مسلسل كذا مسلسل كذا مسلسل كذا مسلسل كذا ده خل العيد اعملت ايه فتحت نفس البرامج تفرج على فيلم كذا وفيلم كذا ومسلسل كذا طب فين الجديد ايه اللي هيحصل يعني فاين اللي انبسط فسبحان الله هو العيد ده عيد اسلامي على فكرة يعني هو عيد اسلامي فهو هو مضبوط ان هو ينبسط في المسلمين اللي مرسوا العبادات بتاعت المسلمين فده مش والناس طبعا يعرفين كويس قوي يعني انا اخر واحد يكون بيحاول يجلد الناس او ان هو يعيب على الناس او انا بقول لكم المقصرين لزينا انا اصلا لو هتتابعوا سلسلة الفيديوهات اللي انا بنزلها انا اصلا عمل بحزة في رمضان عشان احافظ على اقل قليل يعني فانا مش 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 بس انا بصريحكو بالل انا بقوله لنفسي انا لما ببعض افكر فيما اقول انت لو بتعمل كده منستني ايه وفعلا انا افتكر الرمضانات الحمد اللي ربنا وفق الواحد فيها كان بيفرح بالأيد لانه كان بيبقى مطحول بين الشغل والعبادة لأ طحنة فلم بيجي العادي ولكن النهاردة لا مفيش ترويح ايوة فيه الصراعة بتاع لا والترويح كانت عبادة حلو لا بس دلوقتي عبادة اللحظة ايه ان انا بصد هبصد فالأيام دي كنت ببصد بها جدا ولكن رمضانات اللي عدت علي وانا كفتة عادي كان كفتة عادي جدا طب لو ده حصل انت جايت ان ابن عم كريم يعني عشان منبصد شفر في العيد ده ولكن لا اجتهد انك تعمل كل حاجات اللي احنا بنقولها اعمل حاجات دي اشتري نفسك حاجة احلق حلقة استحمة اعمل روتيق وعلى فكرة السلفكير ده انا جمع رجالة كمان يعني مش لازم تبقى مش ملخشونة والرجولة ان احنا نبقى معفنين ومشفين اهتمام بالنفس ده شيء من النظافة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بنظافة نفسه يعني فدي حاجة جيدة ان انسان يهتم بيها اعمل حاجة لنفسك لنظافتك اعمل حاجة لشكلك اخرج وتكلم واعمل كل حاجات اللي احنا قلناها بس خلي عندك المعلومة دي رمية كده في الباجراوند انه العيد الجاي محتاج انك تجتهد في العبادة عشان تحس بتعامل العيد وعشان تاخد اجر العبادة اللي هو فيه عطق من النار وفيه استجابة للدعوات وفيه حاجات كتيرة قوي بيفوتها اللي فوت رمضان وفي النهاية كي اطيل عليكم عشان اطولت يعني اعمل ايه اه لو انت وصلت الهينا والله العظيم يعني لو انت اخ من اخواتنا الولادة دي رأسك ابوسة لو انت بنتي بقى جتاك من الوخير اه لو وصلت الهينا اه حابب اشكرك جدا ان انت عطس متين الوات ده كله واتمنى ان اكون شوية الفطفادة اللي انا قلتهم لك من قلبي دول يكونوا نفعوك او فتحوا دماغك او عينك على حاجة واحتاجك تشاركني اوي بقى عشان خطري شاركني اوي في الكومنس الرفلكشنز بتاعتك خواترك رأيك ايه في اللي انا قلتو ده ايه الحاجة اللي انقورت معك ايه الحاجة اللي ناوي تعملها ايه الحاجة اللي حاسيتين عندي حق قوي فيها وايه الحاجة اللي انت اختلفت معي قوي فيها عادي على فكرة انا مش قاعد هنا ورائجي نحب تنور يعني عادي جدا ممكن نبقى باهتش فقل لي قل لي فكر كده معايا اتكلم معايا في التعليقات وما تنساش تدعي لنا واكل سنة طيب ودعوة اخيرة بس لجميع القادرين ان كانت سنة من سنة النبي عسى سلام التصدق في العيد فلو بتطلب اي حاجة دليفري كده ما تدي عدية لراجل بتاع الدليفري لو عندك اولاد اديهم عدية بسطهم ولو الدنيا مزنقة شوية ديهم عدية بس صغيرة وقول لهم يا اولاد اديني معلش اعايز افرحكو بس ده اللي نقدر عليه السنة دي بس ما تقطعش نحسش بحاسة سيئة فكر في حلول موفرة حتى لو معاكش فلوس حلول موفرة ولكن فيها شيء مستعدة بللين ومفخة يعني طبعا كيسة بني مش هيبقى اغلى من ان انت توزع ديات بللين ومفخة ديها للاولاد هاد شوية حلويات ووزع على الاولاد اكتعد في انك تدخل الصرور على الناس خصوصا لو انت انسان مسؤول من الناس لو انت مدير في شركة ولا بتاعها ما بلاش حورات بقى في العيدات دي لنس خليهم يرتاحوا في اجازتهم بعطلهم كلمة حلوة شكرهم لو عندك قدرة ان انت يعني تديهم الاجر بتاعهم ادي الاجر يعني احتسب عند الله اي شيء تدخل فيه الصرور على على الناس وربنا ربي يجعل اعيادكم كلها طيبة ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا ويجمعنا دايما في خير وفي عبادة وفي يعني سعادة ان شاء الله وقولولي والله لو الاعدات المطولة دي عجبتكم نبقى نعمل منها تاني انا رغاي جدا ومعنيش اي مشكلة كساكم الله خير السلام عليكم اشتركوا في القناة